صديقاتي أصدقائي تحية طيبة لكم جميعا وأنا سعيد جدا بأن ألتقي بكم في هذا الفيديو الجديد بعد مدة طويلة طبعا لم أنشر فيديو على منصة يوتيوب لأنه ليس من عادتي أن أدمن على النشر في منصة يوتيوب إلا إذا كان هناك خبر جدير بالمناقشة أو خبر يجب أن أتقسمه معكم واليوم 11 أكتوبر 2024 أعود إليكم بالجديد والجديد هذه المرة بالنسبة لي يعني جديدها من جدا الأمر يتعلق بكتابين جديدين أنجزتهما مع الدخول الثقافي لسنة 2004 الأمر يتعلق بالكتاب الأول اللي هو حوارات مع الكاتب المغربي عبدو حقي حوارات كان أعتذر إلى الكتاب يعني قيبا يعني في شكل معكوس حوارات مع الكاتب المغربي عبدو حقي هذا الكتاب هو تجميع لـ 19 حوارا أجرتها معي عديد من المنابر الورقية والإلكترونية المغربية والعربية بما فيها مثلا جريدة أو صحيفة العرب القطرية القدس العربي الزمان اللندنية هي صحيفة عراقية وفي المغرب جريدة المناطة بيان اليوم وغاية إسبرس وهذا الكتاب طبعا بالنسبة لي يعني هو أول إصدار في هذا المجال للحوارات التي اهتمت بتجربتي الأدبية والإعلامية يعني المحتوى المهيم على هذا الإصدار يعني كان هو واحد المجموعة للحوارات التي تتحدث على جريدة الإعلام الثقافي الإلكتروني خصوصا ما تعلق بإدارتي لمجلة اتحاد كتاب الأنترنت المغربية ثم صدر لي أيضا في هذا اليوم كتاب بعنوان شذرات باللورية نصوص سردية الإشارة فقط فتصميم الغلاف لا في الكتاب السابق ولا هذا الكتاب هو من يعني من تصوري ومن الديزاين اللي اخترته طبعا أقول لي صوبته أنا فهذا هو الكتاب شذرات باللورية نصوص سردية عدد نصوص في هذا الكتاب تبلغ ألف نص شذري وهذه الشذرات هي نصوص قصيرة جدا عبارة عن فقرات لكنها نصوص تختلف بين الشعر والنطر أو تمزج بين الشعر والنطر والنطر والشعر وبالتالي فهي نصوص تبقى طبعا نصوص مفتوحة على احتمالات التأويل نصوص تمتح من يعني من التجريد تمتح من السوريالية من الحكمة الفلسفية إلى غير ذلك وعددها يبلغ سهاء ألف شذرة إذن هذه هي الكتب أو الكتابان اللي صدروا لي في هذا اليوم المبارك فأنا في الحقيقة أشعر بسعادة غامرة جدا لأن في هذا اليوم وصلت إلى عدد تسعة عشر إصدارا تسعة عشر إصدارا يعني منذ ألفين وثمانية حين أصدرت مجموعة القصصية الأولى حروف الفقدة التي سأصل سأصل إلى ذكرها بعد قليل لكن دعوني أمضي معكم يعني تنازليا لأعود إلى هذه الإصدارات فقط من باب التذكير وفقط من باب أن أعرضها عليكم كثمرات مجهود امتد لربع قرن أو ربما أكثر من ربع قرن لأن مسيرتي الكتابية والأدبية تعودوا يعني إلى أواسط السبعينة كما ذكرت في عديد من المرات منذ يعني تجربتي في نشط قصائدي في الإداعة الوطنية في برنامج ناشية الأداب أو برنامج حضائق الشعر في إداعة وجدة أو إداعة ميديان في أول الثمانينات عند انطلاقها مع إحدى البرامج التي كان يعدها ويقدمها الفقيد الراحل أبلعبهم الشنوي ثم في أواسط الثمانينات انتقلت إلى النشر الورقي على صدر الصفحات المغربية وذلك بنشر أول قصة قصيرة بعنوان تبوريدا في مجلة أو جريدة العالم طيب إذا قلت بعد هذين الإصدارين يعني أدشن بهما أو بهما الدخول الثقافي لسنة 2024 فلا بأس أن يتسع صدركم لكي أسرد عليكم باقي الإصدارات الإصدار الآخر هو إيريكا في غرفة الأخبار إيريكا في غرفة الأخبار وهي رواية وتعتبر أول رواية في العالم العربي في المغرب العالم العربي التي أعتمنا إنجازها باستعمال الذكاء الإصطناعي ويبلغ عدد صفحاتها مئتين وسبعة أو ثمانية ديال صفحة إيريكا في غرفة الأخبار ثم ثم بعد ذلك أصدرت كتاب أسرار الدكاء الإصطناعي وهو كتاب يهم كل ما تعلق بالدكاء الإصطناعي الغاز الدكاء الإصطناعي الخوارزميات إيجابية الدكاء الإصطناعي السلبية ديالو يعني التأثير ديالو على الحياة الإنسانية اليومية ماذا تغلغل في سلوكنا وماذا تغلغل في نشاطنا الاقتصادي يعني والتقافي والفني إلى غير ذلك والإعلامي أيضا وحتى الأدبي ومن هنا سوف نكتشف يعني أسرارا ديال الدكاء الإصطناعي من خلال هذا الإصدار مستقبل الأدب الرقمي مستقبل الأدب الرقمي ما طبعا أننا نعرف جيدا أن الأدب الرقمي يعني هو جنس من الأدب الذي يستفيد من إمكانيات الرقمية على مستوى بنية النص فعندما أقول الأدب الرقمي يعني هو يختلف يعني بالطول والعرض عن الأدب الكلاسيكي الأدب التقنيدي الذي ينشر على الصفحات الورقية فالأدب الرقمي استفيد من إمكانيات يعني منصة تواصل الجماعية استفيد من إمكانيات الرقمية كإدراج العقاد أو الروابث تشعوبية إدراج الصور في النص إدراج فيديوهات إلى غير ذلك فإن النص يعني يبقى نص مفتوح نص متشعب نص خارج القواعد الكلاسيكية اللي أعرفها الأدب اللي عنده مثلا مغتماء والصياق ثم الخاتمة إلى غير ذلك ففي الأدب الرقمي يبقى النص أساساً يعتمد بالدرجة الأولى على الروابث العقادية هذا الروابث العقادية يليك تعطي واحد الحرية دي القراءة بالنسبة للمتلقي أنه يعني يمكن أن يسيح ويتجول في النص حيثما أراد وكيفما أراد ولا يعني يخضع لسلطة الكاتب التقليدية التي يحددها من أول كلمة إلى آخر كلمة في الخاتمة إذن هذا هو الكتاب مستقبل الأدب الرقمي رواية مايا يعني رواية مايا هي الرواية الرابعة التي نشرتها بعد ثلاثة روايات سابقة هي زمن العودة إلى واحد الأسياد ثم رواية أساطر الحالمين ورواية ثالثة رواية ثالثة أسف أنني أنني نسيتها فسأعود إليها بعد قليل طبعا مع هذه المنصورات إذن هذه رواية مايا رواية مايا هي إلى حد ما تتقاطع مع السيرة الداتية ولا يمكن أن أختزلها لكم في بعض الكلمات على كل حال فأعتز بهذا العمل وأعتقد أنه لو يعني أنصنفنا أو أنصفنا يعني الزمان وأنصفنا الإعلام إلى غير ذلك لكان لهذه الرواية شأن عظيم في المغرب العالم العربي تحديات الصحافة العربية في عصر الدكاء الاصطناعي أيضا هذا من الإنجازات الهمة جدا التي أعتز بها وهو يعني طبعا كتاب صحفي إعلامي يتحدث عن رهانات الصحافة الصحافة بمختلف أساني ديها يعني الصحافة الورقية أو الصحافة الرقمية أو الصحافة المرئية المسموعة إلى غير ذلك والتحديات التي تتعيشها فالعصر ديها الدكاء الاصطناعي أعتقد إلى أن هناك تحديات جمع أولا من بينها تغلغ الخوارزميات في صناعة الصحفية بالتالي أنه ستصبح الخوارزمية هي التي تنجز الأخبار هي التي تعد التقارير هي التي ترتب البيانات إلى غير ذلك بالتالي فإن ممكن أن مهنة الصحافة أصبحت مهنة مهندة لأنه هناك روبوتات التي سوف تسحب منه اللبسات وسوف تنزع منه ذلك الكرسي التقليدي الذي كان يجلس فيه أمام الحاسوب وسوف تقوم الربوطات هي بكل يعني الأعمال بكل الإنجازات الصحفية كنشر الأخبار إعداد التقارير طبعا وهذا كله وفقا يعني للبيانات للبيانات ووفقا أيضا للمعلومات التي تتوفر يعني تتوفر عليها هذه الخبرزمية والتي تستطيع أن تنظمها على شكل نصوص يعني النصوص إخبارية يستفيد منها المطلق هذا كتاب بعنوان قصص للأطفال والعنوان دياله هارون والهارون هو حفيد ديالي أهديت له هذا الإصدار بمناسبة عيد بيلاده الثاني عام كورونا عام كورونا طبعا العنوان دال يعني لا يحتاج إلى تفتير فهو يتحدث عن تجربته من خلال جائحة كورونا وفيها عديد من الترجمات التي تشرح العوامل وتشرح يعني التأثير ديالجائحة كورونا على العلاقات الإنسانية على العلاقات بين الدول عن الممارسات اليومية كيف أنها غيرت من سلوكنا اليومي في عديد من المجالات وجعلتنا نصاب بعقدة الاحتراس وأيضا جعلتنا في العديد من ممارساتنا يعني نتعامل عن بعد مثلا بعض اللقاءات والندوات التي تمت عن بعد أو بعض الأنشطات مثلا في المجالية بالتعليم أنه أصبحت لمنصات الإلكترونية هي التي تحدد العلاقة بين طلبة وبين التلاميذ وذلك درءا لكل لقاء قد ينتج عنه يعني انتقال الفيروس كوفيد وبتاليفة والكتاب أيضا يتضمن يعني مقالة أو مقالتين أو ثلاثة حول تجربته مع هذه الجائحة مجموعة قصصية بعنوان متى يأتي الرابع هذا المجموعة القصصية طبعا أعتقد هي المجموعة القصصية الثالثة والعنوان يأتي الرابع وقد استوحيت هذا العنوان من قطعة في كتاب القراءة في القسم الأول إبتدائي اللي قرأنا فيه في أول السينات كأن هناك قطعة العنوان ديالها متى يأتي الرابع استوحيت هذا العنوان طبعا لأن هذه المجموعة القصصية صدرت إبانا الرابع العربي والسؤال أيضا لا يحتاج إلى إجابة لأن كنا ننتظر أن هذه الثورات والاحتجاجات والانتفاضات في العالم العربي تأتي بالرابع لكنها لم تأتي بأي رابع بل جاءت فقط بالحرائق والقتل والنهب والسلب وبالتالي تبقى دائما سؤال معلق متى يأتي الرابع أنتولوجيا القصة القصيرة والشعر أو أنتولوجيا الشعر والقصة القصيرة ما بين 2000 و2010 يعني هذا المؤلف شارك فيه تقريبا سبعين كاتب وهو أول أنتولوجيا تجمع بين جنسين أدبيين اللي هم الشعر والقصة وحددت طبعا الفترة الزمنية لهذه الأنتولوجيا وهي 2000 و2010 لأن في هذه العشرية عرفت يعني الأدب والثقافة بشكل عام واحد التحول الخطير وهم للغاية وهو انتقال التدريجي من السند الورقي إلى السند يعني الرقمي السند الإلكتروني وأيضا إلى واحد يعني انفجار منصات التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك ويوتيوب ومدى تأثيرهما على طرائق النشر وعلى التواصل بين الكاتب المتلقي وعلى تفاعل القراء من خلال تعليقاتهم على يعني النصص التي تنشر على المنصات التواصل الاجتماعي انتولوجيا القصة والشعر بالمغرب ما بين 2000 و 2010 وبالمناسبة نشكر جميع الشعر والقصاصين الذين ساهموا في هذه الانتولوجيا للإشارة فقط للإشارة نست أنني ما قلت على أن كل هذه الإصدارات هي موجودة ويمكن الإطلاع عليها في الموقع الإلكتروني الذي موجود في الانترنت يكفي فقط أن تكتب موقع الكاتب المغربي عبدو حقي وسوف يحيلو كمحرك البحث إلى رابط الموقع ثم سوف يبدأ الإصدارات وسوف تلقى ثم الكتاب أو الإصدارات لجميعها الصحافة من السلطة الرابعة إلى الصحافة التشاركية طبعاً تقليدياً وتاريخياً عرفت الصحافة بأنها هي السلطة الرابعة لأنها طبعاً تمارس رقابتها على الحكومة وعلى السلطة وبتالي فهي تملك إلى حد ما سلطة التأثير القرار السياسي لكن بعد ظهور الانترنت والمنصات الإلكترونية ودمق راتتها بحيث أنه أصبح بإمكان كل موافن أن يمتلك حساباً على منصة اليوتيوب والفيسبوك وأصبح ينشر فيها الأحداث وينشر فيها الوقائع أو يعلق على بعض الوقائع وبتالي لم تعد صحافة السولي على الخبر كما كانت بل أصبح الخبر في متناول جميع المواطنين وبالإمكان دلهم أيضاً نشر هذا الخبر إلى درجة أنه أصبحت بعض المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة يعني الورقية تستقي الأخبار ذي لها من هذه المنصة الإلكترونية بحيث يوتيوب وفيسبوك وما إلى ذلك إذن الصحافة من السلطة الرابعة إلى الصحافة التشاركية أساطير الحالمين أساطير الحالمين هي طبعاً الرواية التي أصدرتها وقد حضيت بقراءة من نقدية من طرف الأستاذ محمد الذهدي وهذه القراءة والشهرات ضمنها حددين خاص في المجلة مختبر الصريات بمدينة الدار البيضاء وشكراً للأخ محمد الذهبيع العناية والقراءة هذه القصة القصيرة أحفوا لهذه الرواية الصحافة الحالمين الأدب الرقمي حنوان الكتاب هو ما هو الأدب الرقمي طبعاً هذا الكتاب هذا عندي حكاية معه لماذا؟ لأنه صدر في أرمانيا وإلى حدود هذه اللحظة هذه هي النسخة الوحيدة التي يعني أمتلكها وهي النسخة التي اقتنها لأحد الأصدقاء القطنين في فرنسا والتي اقتنها من يعني من موقع أمازون وبعتها لمشكوراً أما ضر النشط النور التي نشرت هذه أو هذا الكتاب فهي قد استحولت عليه ولم إلى حدود هذه اللحظة لم يعني استخلص مستحقاتي طبعاً لا أريد أن أدخل في متاهات قانونية وأن أرفع دعوة قضائية ضد النشط النور فاكتفيته بنشر الكتاب إلكترونياً في موقعي الشخصي وأنهيت الأمر بصفة نهائية حوارات من زمني الربيع العربي كل صراحة هذا هو من أقوى الإنجازات التي قمت بها كما ترون هناك مجموعة من الفنانين والكتاب والأدباء الذين أجريت معهم حوارات هذه الحوارات هذه الحوارات طبعاً يعني جاءت مع مناسبة الربيع العربي فيها ما تعلق بالتوارات العربية وفيها ما يعني تعلق بمجالات اهتمامهم هناك نشوفه مثلاً الدكتور محمد الأوماري الشاعر أمير عمريني مستقص الدكتور مصطفي علاء الشاعر الرائد محمد السرغيني الصحفي توني سعيد الصافي الملحن الراحل محمد بلخيات الجليل صاحب دار النشر طبطن أحمد بوزفور الراحل محمد أديب السلاوي عبد الكريم بررشيد شافيق السحيمي المهم واللائحة طويلة محمد بالرادة يونس ميقري عبد الله المصباحي الصحفي مختار الأغزيوي الصحفي في قناة فرنس 24 التوفيق مجيد نيسرين عامر وهي يعني رئيسة منظم حقوقية في ليبيا حسوناً مصباحي وهذا يعني من أهم الإنجازات التي حقرتها وفي 2016 نشرته سيرتي الداتية عودة الروح لبني عربي هذه السيرة الداتية يعني موجودة في ثلاثة نصخ ورقية وإلكترونية ومسموعة وكلها موجودة في موقعي الإلكتروني زمن العودة إلى واحة الأسياد هذه هي الرواية الأولى التي نشرتها في 2010 وطبعاً هي تتقاطها مع السيرة الداتية بشكل كبير هي أيضاً موجودة على الأنترنت وأخيراً بكورة أعمالي التي نشرتها في 2008 اللي هو حروف الفقدة وهي مجموعة قصصية نشرتها طبعاً وهذه المشورات كلها على نفاقتي نشرتها في 2008 وضمت أولى تجارب القصصية الجميلة اللي تنشر منها البعض في الجرائد المغربية وبعض على الأنترنت إذن صديقاتي أصدقائي باختصار هذه هي تجربتي مع النشر أعتقد أن عدد المنصورات وصل إلى تشعر ساعة شهر كتاباً ربما فرصة نعود ونعددهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 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 عشر احدى عشر اثنى عشر تلاتة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة ستة عشر سبعة عشر تمانية عشر تسعة عشر تسعة عشر أه صديقاتي أصدقائي الكلمة الأخيرة هو أنه لا يمكن أن أكون قد حققت هذا الإنجاز المتواضع حتى لا أقول العظيم لأن تسعة عشر كتاباً هذا ليس بالأمر السهل ما كنت لي أحقق هذا لو لا توفر الشروط الضرورية لذلك أولاً الشروط دي الفضاء والمكان يعني هو أنه إلى حد ما عندي الوقت في نكتب ونبحث بالرغم أنه من كنت كان عمل كان هناك بعض الضغط الكبير يعني مع العمال يعني والشغالات اليومية وضيق الحي الزمني ولكن رغم ذلك بتوفيق من الله يعني استطعت أن أستمر في الكتابة إلى حدود 2016 قد نشرته ثلاث كتب اللي هي حرف الفقدان زمن العودة إلى واحد الأسياد وأخيراً سيرة الداتية وبالتالي فمن 2016 إلى 2014 أكون قد نشرته ستة عشر كتاباً بمعنى أنه هذا يوضح لأنه لما أخذت التقاعد ف كان هناك فائد من الأكسجين حتى يمكنني أن أتنفس عميقاً وكانت هناك حرية أكبر وستثمار أكبر للوقت لكي أكتب وأنتج كل هذه الإصدارات صديقتي أصدقائي حتى لا أطلع عليكم أتمنى لكم التوفيق والسداد وإلى اللقاء في الفيديو القادم وشكراً على الهتمام